ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المواضيع التي تهم الشأن المحلي من أجل تعزيز المسيرة الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني والعمل على تحقيق الأهداف والمرتكزات الأساسية للتنمية الشاملة لمزيد من الإنجازات والمكتسبات لمملكة البحرين وشعبها الكريم وأشهد جلالة الملك المفدة بعطاء أهل البحرين وإخلاصهم لوطنهم وحرصهم على تعزيز مكانته في مختلف المجالات والميادين مؤكدا حفظه الله أن الدعامة الأساسية لهذا الوطن هو ما يجمع أبناء البحرين جميعا من حب للخير والسلام والترابط الوثيق بينهم بروح الأسرة الواحدة انتلاقا من ثقافتهم الأصيلة ووعيهم وتراثهم العريق وقد أعرب العاهل المفدة عن الشكر والتقديل لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على جهود سموهما المتواصلة وسعيهما الدؤوب لمتابعة وتطوير عمل الحكومة وتنفيذ برامجها والنهوذ بمستوى الخدمات في جميع القطاعات شاكرا جلالته كذلك أعضاء الحكومة الموقرة كل في موقعه على جهودهم الطيبة في خدمة الوطن والمواطن كما بحث حذرة صاحب الجلالة الملك المفدة وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مستجدات الأوضاع والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية حيث أكد جلالة العاهل المفدة أهمية التكاتف وتنسيق المواقف في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة بشقيها الأمني والاقتصادي إلى ذلك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مملكة البحرين في ظل العهد الزاهل لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حققت من المنجزات ما يحق للجميع أن يفخر بها وأن الحكومة ماضية في سعيها الدؤوب لتحقيق تطلعات العاهل المفدة والمواطنين على صعيد التنمية والنمو في المجالات المختلفة خاصة بعد أن تجاوزت بفضل أبنائها المخلصين ما كان يستهدفها من مخاطر ومخططات بالصبر والحكمة ترجمة نانسي قنقر